طيب فلاديمير بوتين له موقف من أفعال السويدة وسماح السويدة لهذا المتطرف بحرق النسخة من المصحف الشريف كان يزور أحد المساجد في دولة داغستان واحتضن المصحف الشريف وقال بأن إهانة المصحف الشريف يعد من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الروسي بماذا تعلق على موقف فلاديمير بوتين؟ أنا لا أشتري بفلس واحد تعرف لماذا؟ حرق المصحف الشريف في السويد تزامن مع قصف الجيش الروسي للمستضعفين في إدلب صحيح أيهما أشنع جريمة أن تقتل الأطفال الآمنين في بيوتهم والنساء المتشردات الجائعات أصلا الجائعات المحاصرات المضطهدات المبعدات الجالسات في الخيم وفي بيوت الطين تقتلها أشد جريمة من حرق المصحف فهذا كله لكسب الود لكسب ود العالم الإسلامي هذا أولا ثانيا لأن السويد أصلا هي عدوة له وكل ما فعله العدو عدو يعني بالنسبة لهم فبالنسبة لكلامه أنا أقول لا وزن له لكن إذا كان القانون الروسي لا يسمح بحرق المصحف الشريف ليس كموقف لبويت هذا المجرم لكن أقول إذا كان الموقف الروسي لا يسمح بالقانون الروسي لا يسمح بحرق المصحف أو الاعتداء على الديانات حقيقة أنا أحترم هذا القانون عند أذن شكرا للمشاهدة